هذا وقد أولى جلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه اهتماما من الجوانب الأمنية الدفاعية لمملكة البحرين منذ توليه مقاليد الحكمة وفي هذا السياق طرح ميثاق العمل الوطني في فصله الرابع موضوع الأمن الوطني حيث أن الميثاق أكد أن الأمن الوطني هو السياج والحصن الحصين لحماية البلاد وصيانة أراضيها ومكتسباتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية يكتسب العمل العسكري والأمن أهمية خاصة للحفاظ على المنجزات المتحققة في مملكة البحرين وكان ميثاق العمل الوطني قد طرح في فصله الرابع موضوع الأمن الوطني وأكد الميثاق أن الأمن الوطني هو السياج والحصن الحصين لحماية البلاد وصيانة أراضيها ومكتسباتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ودعم مسيرة التنمية الشاملة خاصة في ظل الظروف والمتغيرات الإقليمية والدولية المعاصرة ومن أهم ركائز الأمن الوطني دعم وتعزيز قوة دفاع البحرين لتكون قادرة على أداء مهامها وواجباتها على الوجه الأكمل كما تقتطي توفير المعدات والمقاومات الأساسية لقوات الأمن العام لكفالة أداء واجبها في نشر الأمن والطمانينة في ربع البلاد والسهر على حفظ النظام والأمن العام بالإضافة إلى دعم وتعزيز الحرس الوطني لأداء دوره في إطار منظومة قوة الدفاع والأمن باعتباره عمقاً عسكرياً لقوة دفاع البحرين ودرعاً أمنياً لقوات الأمن العام في حماية الوطن ونتاجاً لمثاق العمل الوطني وإيمان جالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه بهمية السياسة الدفاعية والأمنية أضحت البحرين نقطة ارتكاس أساسية لتحقيق الأمن الإقليمي والعالمي كما أصبحت البحرين مقراً للأسطور الخامس الأمريكي لتعكس الشراكة القوية بين البلدين الصديقين وتم إنشاء منشأة دائمة للإسناد البحري البريطاني وذلك بعد توقيع اتفاقية التسهيلات البحرية مع بريطانيا أيضاً وكي نتاجاً لمثاق العمل الوطني في حفظ الأمن الوطني ودعمه افتتح مركز العمليات البحرية الخليجي الموحد في مملكة البحرين كما قامت مملكة البحرين بمشاركات نوعية مع حلف شمال الأطلسي النيتو حيث حرص جلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه على ترسيخ مساهمات مملكة البحرين تجاه الأمن العالمي ونتاجاً لرؤية جلالة الملك المفدى في الأمن الوطني وانطلاقاً من الدور الإقليمي والعالمي منحت مملكة البحرين من قبل وزارة الخارجية الأمريكية صفة حليف من خارج النيتو كأول دولة خليجية تحصل على هذا اللقب ويبقى حفظ الأمن الوطني وتعزيزه لا ينفصل عن التطورات الإقليمية والدولية والعديد من الشواهد التي ذكرت ما هي إلا خير دليل على الرؤية الفدى لجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه عند وطع ميثاق العمل الوطني الأمر الذي مكن قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرص الوطني من أداء المهام وتعزيز العلاقات العسكرية والأمنية مع الدول الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي ترجمة نانسي قنقر